مين غيو؟ شاب غني يملك كل حاجة لكن وحيد وحيد بسبب مرضه عنده حساسية ضد الناس أول ما حد يلمسه يتغير شكله فورا وده طبعا كان سبب في عدم دخوله للجيش الشاب اللي كان قادر يتعايش مع مرضه في بيته لمدة 15 سنة وده من يوم ما مامته بابا ميته في حدثة عايش في أسره لوحده مفيش حد بيشاركه غير الأجهزة الإلكترونية واللي بيعمل لها أعياد ميلاد لأنها ما بتأزهوش أجي بنت فقيرة جدا كل حلمها لنها تنجح ويكون معاها فلوس بتشتغل في التسويق على الإنترنت بتعمل أي حاجة علشان تاخذ من المحلات القطع المطلوبة منها واللي كان مين غيو طالبها لعبة إلكترونية علشان يضفها لدولابه المميز لكن طبعا ما يقدرش يتعامل مع أي حد ولما أخذ منها اللعبة فحصها كويس جدا لكن لقى العلمة مش نظيفة قالها خدعتيني وما تستهليش الفلوس قرر يمشي فعلا مغير ما يدي لها حسابها بس هي وقفت قدامه وقعت على الأرض بيبص عليها مش عارف يعمل إيه يمشي ولا ينزل لها اضطر ينزل بعد ما أمن نفسه ماسك العصايا علشان يضمن إنها ما تلمسهوش قرب منها بيحاول يفوقها بالعصايا أجي بصت عليه لقيته وسيم جدا في الوقت اللي هو مرعوب منها لحسن تلمسه وسمته دي بقى ما شفعتش لي أبدا هي عايزة فلوسها مسكت رجليه وهو كان بيصرخ علشان تبعد عنه ولما ركب العربية هاجمت عليه تاني بيحاول يبعد عنها لكن هي لمست رقبته لما وصل على البيت لقى الحساسية راحت لوحدها وده مش العادي بتاعه لأنه لازم ياخد إبرة للعلاج الدكتور أو المسؤول عن علاجه من 15 سنة كان شايف إن ده أمر عادي عكسه هو وفي بيته لقى السيلة من فريق تكنولوجيا واللي قاله عن آلية زكية جدا واللي اخترعوها قالوا له لو عجبتك حتكون المالك الجديد لها راح لشان يشوفها ولما وصلت كانت الألية آجيسري في الأول كان مرعوب منها ومش عايزة تقرب منه خالص شايفها شبيهة جدا بالإنسان حتى ما كانش مسدق إنها مش إنسانة وهي علشان يصدقها كشفت عن جسمها الآلي في الوقت ده تأكد إن هي فعلا اختراع واعجب بيها لما لمسها ومعملتش عنده حساسية في الوقت ده كان بيرقبه الأربعة أعضاء الفريق المسؤولين عن الألية قابلوا رئيسهم الدكتور هونج مين جو قالوا إن أنا حجربها لمدة 3 ساعات جبها لي بكرة على بيتي مين ريو والمعروف في شركته برجل العصى لأنه لما بيدخل الشركة لازم ما حدش يقف قدامه والمكان كله يكون فاضي وطبعا العصايا في إيده على طول ودي الحاجة الوحيدة اللي بتطمنه على سلامته من البشر صاحب الشركة وقدامه أعز صديق لي صديقه من أيام الطفولة من 15 سنة لكن الفترة دي كلها ما بيتكلمش معاك صديق واللي بقى يعتبره أكبر عدو لي هو وبابا بيجهزوا الألية علشان اختبار السيد مين غيو وطبعا واسقين في اختراحهم لكنه هم فاتحين سدرها مكان البطارية وقيت عليها نقطة من المية واللي عملت ماس كهربائي جواها وطبعا اتعرضت للخراب أش جي عايشة مع أخوها وزوجته وبنتهم الوحيدة أخوها أول ما شافها كان حيدرابها علشان استلفت من زوجته عشرة مليون مش مصدق انها خدت الفلوس دي كلها علشان تصرفهم على اختراحها قال لها ازاي تعملي كده دي بقت مرات أخوكي مش صاحبتك زي زمان طردها من البيت لغاية ما ترجع بالفلوس تاني الدكتور هونغ القالية قدامها على أقل أسبوع كامل علشان يصلحوها ما كانش قدامه حال غيره ان يلجأ لحبيبته القديمة أجيب واللي صمم القالية على شكلها وده بعد ما انفصلوا من سنين رحلها حاولت طارب منه وقف قدامها بيبص عليها اتجنل لما لقاها قصة شعرها بيبص لها مش مصدق ليه صدرها كبر كده وهي بتبصره وشايفاه بقى قليل أدب جدا لكن هو كل اللي في دماغه ان ما بقتش شبه القالية بس قال شعرها ليه حل حلبسها بروكة وكان عليه ان هو يقنحها تشتغل معاه لمدة 3 ساعات والمقابل 10 مليون وده الرقم اللي هي عايزها بالزبط علشان تحل مشكلتها مع اخوها وفقت طبعا ولما وصلت على المعمل بتاعه بتبص على اختراعه مش مصدق قد ايه شبهها وهو قال لها انها شبهك من بره بس لكن من جوه مختلفة عنك تماما اسكى منك بمراحل ادقت من كلامه جدا وقالت له دي مجرد عروسة ازاي حتكون اسكى مني طلب من القالية قدامها بعض البيانات واللي بدأت ترد بشكل سريع جدا اجيب تبص لها مش مصدق قد ايه عبقرية الفريق بدأ يجاهزها علشان تروح لبيت مين غيوف على انها القالية حطوا جوه عيونها جهاز حساس جدا واللي حتقدر تتواصل بيه معاهم ويبلغوها الكلام المفروض ترد بيه كلام كتير قدامها بس بصت لهم وقالت لهم انا ما بعرفش لغات كانوا في حل الصدمة لان دي ميزة من مميزات القالية مين غيوف بيته لقى السلسلة بتاعته اللي ورسها عن مامته ومش موجودة فهم ان السيدة شو اللي جابت له اللعبة سرقتها يوم لما شافها وده لما قربت من رقابته اتصل بيها وفي الوقت ده كانت جوا الصندوق وهي في طريقها لبيته قال لها لو ما جبتش السلسلة حرف عليك قضية سرقة وهحبسك مدى الحياة وهي ما ترددتش ابدا انها تشتمه بتقول مش كفاية ما تدليش فلوسي كمان بيقول علي حرامية شتمته وقالت له انت مريض روح قابل الدكتور نفسي الدكتور هونجو المساعدة بتاعته باي مش مصدقين لنتليفونها معيها بيقولوا لها قفل التليفون بسرعة شايفينها تضيع كل اللي هم عملوه سانيبو وهوكتال فتحوا الصندوق ومين هو أول ما شافهم شاول لهم بالعصايا بتاعته علشان يطلعوا البره مش مصدقين قدي المقابلة بتاعته سيئة ولما خرجوا مين هو قرب من الالية قال لها أهلا أجسري وهي لسه بتقوله أهلا سيدي فتحت عينيها لقيته الشخص اللي نصب عليها ما ادلهاش فلوسها اتفزعت منه جدا وده بالنسبة لي كان ردي فعلا غريب على الية واقفين قدام بعض وهو مزهول وهي بتبصره مش مصدقا انها ببيت النصاب ده في الحلقة التانية طبعا أكتر حاجة دايقتها انها شتميته بسط عالي اتأكدت اللحظات خلاص هو عرفها ولما اتصل بالدكتور هونج واللي ما كانش يلاقي رد علشان يقوله له قال للمساعدة بتاعته ردي عليه وقل له لانا مط في انفجار كبير وبعد كده غير رأيه قرى يرد عليه ولما سأله ليه القالية بتتعامل معي بقلة احترام اعتذر له وقال له أصل هي على وضع الصديق مش وضع العمل اطلب منها تتنيل لوضع العمل وكل حاجة حتقبى تمام كلهم متأكدين ان هو مش بالغباء ده واكيد مش هيصدق كلامهم وخلاص انكشف أمرهم لكن هو قال لها ازاي تتجرأي كده وتفتكر ان احنا اصدقاء ارجعي لوضع العمل كلهم بدأوا يتنفسوا تاني لما لقوه صدق وهي بتبصروا بتقول اضربوا واللي عمل فيه ايه ده بدأ يسألها اسئلة كتير جدا وكانت القالية بترسل لها كل الاجوبة علشان تقولها كل شيء كان ماشي تمام هم تلت ساعات وينتهي الاختبار لكن اللي حصل ان الكهرباء تقطعت عندهم وانفصلت اجيه عن القالية والمفروض ترد على اسئلته التعجيزية وهي شايفة نفسها زكاها قليل جدا سألها ايه اللي جوه الصندوق بتبصروا مش مصدقة ازاي حتعرف اللي موجود جوه شايفها غابي جدا قربت من الصندوق وقصرته وطلعت بيضة بيبص عليها وشايفها قالية زكية فعلا لكن هي بقى شايفها غابي جدا قال لها عايزك تأشري البيضة دي في عشر ثواني من غير ما تلمسي اي آلة حد مسكت البيضة فعلا عبكرية وزكية لما طلب منها ترد بلغات مختلفة قالت له عندي عطل فني في ملف اللغات دلوقتي واخر سؤال قال لها حسألك بالبحث على الانترنت بص على اخر لعبة اشتريها قال لها ايه الرقم التسلسلي بتاعها ده بقى حاجة هي حفظها لان هي اللي اشتريتها جوبت بسرعة جدا وهو شايفها زكية في الوقت ده افتكرت قديه ونصاب نصب عليها في فلوس اللعبة دي بص لها وقال لها ليه سدر كبير كده اكيد البطارية فيها مشكلة ولما طلب منها تقلع علشان يشوف البطارية شتمته قالت له كل الشتيمة اللي حفظها طول عمرها وهو واقف قدامها مزهول من القلية اللي بتعرف تشتم الفريق رجعت الكهرباء ليه وسمع كل اللي قالته شايفين ان ادي نهايتهم موضوعهم اكيد انكشف مين غيو فعلا اتصل بالدكتور هونغ قال له انت فاكر نفسك هتقدر تخدعني لسه الدكتور هيشرح له اللي حصل مين هو قطعه في الكلام قال له انت لي استخدمت بطارية رخيصة واللي تسببت في رفع حرارتها وانتفاخ في صدرها كمل كلامه وقال له هنعمل ليه لو انفجر صدرها دلوقتي قدامنا الدكتور هيونغ اتلبح جدا مش رأي ردي يقوله له باي كتبت له اللي يقوله قال له فعلا بسبب بطارية ممنوع تلمس صدرها خالص عشان ما ينفجرش في الشك هي بقى كانت بتبص عليه وخلاص اتأكدت انه هو غبي كمل كلامه وقال له رجع تاني لوضع الصديق من غير مطلوب منها ولما قفل التليفون وقف قدامها قال لها اللي بيشتم ملهوش مكان جنبي لكن انت علشان قالية وضعك مختلف طلب منها ترجع تاني لوضع العمل المحامي والمساعد بتاعه الشخص في الشركة هو جين باي اخو اجاي اتصل بيه طلب منه يرفع عضية على السيدة شو واللي سرقت منه السلسلة بتاعته في العربية الدكتور هيونغ في الوقت ده قال لها فاضل 30 ديئة وينتهي الاختبار وترجعي تاني وفي الوقت الباقي ده ما ترديش اي كلام من دماغك اسماعي اللي حتقولولك القالية بس مين غيو واقف بيقول حدخل البنت اللي سرقتني السجن وحتكمل بقية حياتها جواي ولما سأل اجي قال لها بنت حرمية وسرقتني ايه التصرف اللي تعمل معيها في الوقت ده القالية قالت لها السجن 3 سنين على القل لكن هي ولا كأنها سمع حاجة قالت له لازم تسمحها قال لها انت ازاي قالية ملكي والدفع على سرقتني عشان كده مخصوم من اختبارك 20 نقطة بتبص له ومش طيقه وبعد ثواني شرق كان قدامها بيقطع النفس ولما شفته جريت عليه الدكتور هونو بيقول لها ما تدخليش القالية ما بتعملش كده وقفي فورا لكن هي ولا كأنها سمعي قربت منه وضربته على ظهره ولما تحسن تبطبت عليه بيبص عليها ومش عارف عملت كده ازاي هي لحقت نفسها وقالت له وفي الوقت ده هي مسكت ايده لأول مرة لأول مرة يلمس انسان من غير ما يحصل له حساسية لكن هو معرفش غير انها آلية وده طبيعي انتهى الاختبار 3 ساعات ورجعت على المعمل كانت ميتة من جوا الدكتور هونج افتكر ازاي انفصلت عنه فجأة من غير اي سبب وهي رجعت الفلوس لمرات اخوها وعزمتها على العاشة هي وبنتها وهم بيتعاشوا زوجة اخوها طلعت لها السلسلة قالت لها لقيتها بتعلقة في لبسك بتبص لها مش مصدقة ان السلسلة معاها فعلا ارسلت رسالة انها هتكسرها وده لو قدم فيها بلاغ وبعد كده اتصلت بيه طلبت منه يرجع لها فلوسها وهي هتسلمه السلسلة وطبعا ما يبلغش عنها الشرطة لكن هو عنيد اكتر منها قالها كده كده هحبسك وهو بيكون افتقر القلية شايفها مناسبة جدا انها تفضل معاه في البيت اتصل بالدكتور وطلب منه تفضل معاه شهر كامل علشان يجربها لكن طبعا الدكتور رفض ارسله لمحامي بتاعه وهدده اعرفوا انه مفيش حد غيره هيشتري منهم الاختراع عرض عليه كمان انه هو يستقبلهم في بيته وبكده هيكونوا جنبها الشهر كامل في الوقت ده اجيب بتجهز اختراحها البسيط واللي عبارة عن قلبين كل واحد يفضل مع شخص واللي اول ما يلمس واحد فيهم التاني ينور عنده وبكده الحبيب يعرف انه هو مشتقله اخوها سألها جبتي منين الفلوس ولما رفضت تقوله دخل قضتها وقصر اختراحها قال لا لو ما قلتش جبتي منين الفلوس مش هتعيش معنا رفضت تتكلم واخدت حاجتها من بيته وقفت في الشارع بتبيع اختراعاتها وكل شوية تقلل من التمن بس ما حدش بيشتري عرفت هي وصديقتها انه كمان مشروعها ترفض وصلت على بيت صاحب الشركة وهناك اكتشفت انه هو مين غيوب مش مصدقة انه هو يملك الشركة دي كلها الدكتور هونجو ما عندوش حل تاني غير انه هو يلجأ لها للمرة التانية وده لغاية ما يصلح القلية وهي لقيته حلو مناسب علشان تكون جنب مين غيوب وتقدر تقنعه بتمويل مشروحها اتنقل فريل عمل لبيته كانوا صعدة جدا هيعيشوا في البيت الجميل ده وهيأكلوا اكل مميز لكن استقبلهم مساعد السيد واخدهم على مغزن جنب البيت مغزن فقير جدا قال لهم ممنوع تقربوا من بيت السيد والدخول والخروج من الباب الخلفي زعلوا جدا ان احلاموا كلها راحة لكن طبعا وفقوا واول وقبة اكلوها في المعمل الجديد منتهية الصلاحية قالوا ده الاكل المتوفر معنا مش هيأثر فينا احنا متعودين على كده بدأت مهمتها طول اليوم في بيت السيد واخر الليل حتنام في المعمل السيد مين غيوب ويف قدامها وقال لها انه عيدخل بياناته في ذكرتها وده كل اللي حيكون مطلوب منها انها تعمله في الحلقات الجاية حنشوف لما يكتشف انها مش قلية انسانة طبيعية هيعمل معاها ايه ازاي العلاقة اللي بينهم هتتطور واهم حاجة مين صاحب فكرة اللي دخل قلية في حياته